الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين أحبة الكرام هنعنم حلقة جديدة مباركة على قناتكم أنفاس بريس وسنحاول في هذا الموضوع أن نتناول قضية من القضايا الآنية التي لها امتداد مع واقع المعاش في ظل هذه الجائحة جائحة كورونا ألاوة وموضوع الانفاق في سبيل الله قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين أحبة الكرام الانفاق هناك انفاق واجب وهناك انفاق مستحب فالواجب هو انفاقك على نفسك حتى لا تمد يدك على الناس أو إلى الناس وانفاقك على أهلك وزوجك ووالديك ومن تعيلهم وكذلك الزكاة هذا من الأمور الواجبة يعني تدخل في إطار الانفاق الواجب كما قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهناك انفاق مستحب كالانفاق على اليتامة والمساكين والأرامل والمحتاجين والآن الحمد لله للمغرب منفتح حتى على الأعراق الأخرى بحلمة الأفارقة والسوريين فهذا مستحب أن الإنسان ينفق على هؤلاء الناس لأن النبي عليه الصلاة والسلام عصانا بذلك وديننا عصانا بذلك بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان أكثر عطاء وأكثر سخاء عن بقية الشهور أحبة الكرام أحبة الكرام للإنفاق ثمار إيجابية وثمار يانعة مباركة أول هذه الثمار هو أن صاحب الإنفاق يكون من أهل الجنة قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ومن أحبه الله تعالى أكرمه بجنته ثاني هذه الثمار الوقاية من النار وتكفير السيئات قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة ونحن في رمضان فالأولى كنا نقبل كورونا كنت تلقى المغاربين تجيزون المساجد كلك جمع واحد الكيلو ذي التمر أو كيلو ونصف كيلو أو ما تجيز سارة من التمر وكيفرقوا على الناس يعني في المساجد وعلى الناس في الشارع هذه من تمار الحسنة للإنفاق أحبة الكرام كذلك من تمار الإنفاق تكسير الحسنات تكسير الحسنات ومضاعفة الأزور قال الله تعالى بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم مثال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه كمثل حبة ننبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم كذلك من تمار الإنفاق أن الإنفاق يطهر المنفق ويزكي القلب وينمي المال قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صنواتك سكن لهم خذ من أموالهم صدقة أي الأيدي في سياق الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تطهر الإنسان المنفق من البخل وتطهر المال وتجعله نقيا تطهرهم وتزكيهم بها أي ترفع قدرهم وتنمي حسناتهم ولذلك الإنفاق أحبة الكرام من أبواب الخير التي علينا أن لا نهمنها آخر محور في هذه الكلمة المباركة وآذاب المنفق الذي يريد أن ينفق لابد أن يتحل بآذاب معينة أول هذه الآذاب والإخلاص لله تعالى أنا أنفق المال لوجه الله تعالى المال مال الله أنفق في سبيل الله وجد على الثقراء تكسب به رضاه والإخلاص أحبة الكرام لابد أن يكون وأن يشترط في كل عمل عمل حتى أنه جاء في الحديث بأن هناك ثلاثة من الناس والعياد بالله تصعر بهم جهنم الأول من الذي يقرأ القرآن يأتي به الله تعالى فيقول يا ربي أنا كنت أقرأ القرآن وأصلي بالناس وكذا وكذا فيقول له الله عز وجل لقد كنت تقرأ القرآن وتفعل هذا الفعل ليقال قارئ فقد جزيت في الدنيا ثم يؤتى بالمجاهد في سبيل الله فيقول يا ربي كنت أجاهد من أجل إعلاء كلمة الله والتمكين لدين الله فيقول الله عز وجل بل كذبت بل كنت تفعل ذلك ليقال فارس المغوار وقد قيل ثم يؤتى بمن؟ بالمنفق فيقول يا ربي كنت أفعل ذلك وأطعم المساكين والمحتاجين وأساعدوا في بناء المستشفيات والمساجد والمدارس فيقالوا لو قد كنت تفعل ذلك ليقال فلان سخي وجواد فقد قيل وقد جزيت في الدنيا ثم يلقى بهم في نار جهنم والعياد بالله الأذب الثاني عدم والمنية والآذاء كتلق الإنسان كنفق وتقول له قدرت واحد جامع هنا بنيت واحد مستشفى هنا ومنك يجمع عنده الناس يقول مبارك علي يا رمضان كامل ونك نصدق الأيام كامل ونك نصدق يلا بنيت واحد جامع وشوف سما الأذى علاج أنك تؤذي الآخر كتقول على الأقل من كان يؤمن بالله يؤمن الآخر بنيتقول خلال ما عنديش ونقول الناس ما عنديش واسم الحلية عوض نقول يا راني درت وكترت علية وطلبت كثير علية لا الحباب دينا لا نجرح العواطف ثالث أذب هو الإنفاق من المال الطيب يعني كثير هذه المسألة دينا وقفوا معها شوية الحباب دينا يتقر إنسان كيبشي حج أو كيبشي دير العمر أو كي تصدق بالحرام وأنا لازلت أتذكر قصة من القصص أن رجلا كان كيسكو في الحومة دينا وكان كي يلعب القمار وكان من كي يربح كيجير جابع وكي سببه لا نحب أفد دينا هذا أدى استخفاف بحق الله تعالى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة فالصدقة يجب أن يكون مصدرها حلالا وتنفق في الحلال ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منهم عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أحبة الكرام أسأل العالي القدير أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم يا ربي اجعلنا من المنفقين اللهم اجعلنا من المنفقين اللهم اجعلنا من المنفقين اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا الأموال في أيدينا ورجع في قلوبنا يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا من المسائرين في الخيرات والذين يدعونك رغبا ورهبا وكانوا لك خاشعين يا رب العالمين ربي اغفر وارحم وجود وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت لا عز الأكرم وأنت تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم اصلي على سيدنا محمد في الأولين اللهم اصلي على سيدنا محمد في الآخرين اللهم اصلي على سيدنا محمد في الملأ لعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة